السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية إن شاء الله وصفة اليوم سوف تكون من أروع الوصفات لإنبات الفراغات علاج التساقط تكتيف الشعر وأيضا تطويل الشعر وصفة بمكونات طبيعية مكونات متوفرة في كل بيت وفي كل مطبخ إن شاء الله مكونات قوية جدا لعلاج جل مشاكل الشعر وأيضا تمنح صحة وقوة وكثفة لشعركم إذن بداية قبل أن نتعرف على الوصفة أتمنى منكم الاشتراك في القناة إذا كنتم من الزوار الجدد أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من وصفات وخلطات طبيعية مضمونة ومجربة مئة بالمئة إذن على بركة الله سنمر للتعرف على المكونات إذن على بركة الله كأول مكون سنحتاج إليه ألا وهو البصل ومن الأحسن دائما استخدام البصل الأحمر لأنه تكون به نسبة عالية جدا من معدن الكبريت ومعدن الكبريت كما نعلم يسمى بمعدن الجمال لما له من فوائد صحية رائعة على صحة الشعر وكذلك لتقوية الشعر وتكتيفه تأخذون حبة من البصل تكون متوسطة الحجم يعني حسب دائما طول وكثفة شعر كل شخص سوف نقوم بتقشيرها جيدا ثم نقوم بغسلها بعدها نأخذ كسرولة أو إناء يضع على النار ثم نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة قطع عشوائية من الأحسن كما قلت لكم استخدام البصل الأحمر هكذا أقوم بتقطيعه لقطع صغيرة خذوا إناء أو كسرولة يعني إناء يضع على النار لأن هذه الوصفة سنقوم بوضعها على النار هادئة ولكن بعد إضافة بعض المكونات الأخرى كما ترون هنا بعد أن قمنا بتقطيع البصل سوف نأخذ مكون آخر مكون من أرواع المكونات كذلك لعلاج الصلاة علاج الفراغات وكذلك ملء وتكتيف الشعر سأضيف هنا ملعقة كبيرة وذلك من الأرز يمكنكم استخدام الأرز الأبيض أو الأرز كذلك البني يمكنكم اختيار أو استخدام أي نوعية متوفرة لديكم وضعت هنا الأرز سأضيف مكون آخر يعتبر من الأعشاب الرائعة لإنبات الشعر وتوقف تساقط الشعر هذا المكون متوفر لدى كل عطار وأيضا كل عشاب ألا وهو الزعتر الزعتر من أرواع المكونات سواء في تكتيف الشعر وأيضا حتى لمن تعاني من الشيب أو شعر أبيض الزعتر يعمل على تغطية الشيب وأيضا علاج الشيب أو الشعر الأبيض سأضيف كذلك تقريبا مقدار ملعقة كبيرة أيضا والمكون الآخر الممتاز هو الحلبة الحلبة حبيباتي رائعة وممتازة جدا لصحة الشعر ولكثافة الشعر ولعلاج التساقط كما ترون وضعت كل مكونات الوصفة رائعة جدا جدا للشعر بعد ذلك سوف أضيف كوب من الماء كوب كبير من الماء بالنسبة أنا وضعت هنا تقريبا كوب كبير من الماء بالنسبة لهذه الكيمية فهي تكفيني لاستعمال واحد يعني إذا أردتم استعمال كمية تكفيكم لمدة أسبوع يمكنكم عمل هذه الوصفة على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكنكم أن تقوموا بتحضير وصفة يعني أو كمية تكفيكم لثلاث مرات فقط يمكنكم هنا الاحتفاظ بهذه الوصفة مدة أسبوع بالكامل في التلاجة الآن بعد ما وضعت الكل كل المكونات وأضفت كوب من الماء سوف أضع الكل على نار هادئة ضروري أن تكون نار هادئة حتى يعني نستفيد من فوائد كل مكون فقط هنا ضروري أن تقوموا بتحريك هذه المكونات وذلك حتى لا تحترق كما ترون وضعت الكل على نار هادئة بطبيعة الحال ضروري أن تقوم بتحريك كل المكونات بواسطة ملعقة خشبية إلى غاية ما يتغير لون البصل ويصبح شفاف وأيضا يتغير لون الماء ويصبح كذلك أصفر أنا سأضيف هنا تقريبا بضع رؤوس من القرنفل أو المسمار حتى تختفي رائحة البصل كما ترون بعدما قمت بترك المكونات على نار هادئة لاحظوا كيف تغير لون البصل أصبح شفاف وكذلك لون الماء قد تغير الآن سوف نأخذ إلى مناسب أو وعاء لتصفية هذا المحلول ونقوم بتصفية الوصفة لأننا سنحتاج فقط إلى الماء بالنسبة لهذه الوصفة حبيبتي رائعة وممتازة يمكن أيضا حتى للرجال لمن يعانون من فراغات أو صلع غير وراتي استخدام أو الاعتماد على هذه الوصفة هكذا نحاول أن نقوم بتصفية المكونات جيدا بعد ذلك بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة من الأحسن أن تقوم باستخدام بخاخ أو قارورة على شكل بخاخ حتى يسهل تطبيقها على كامل فروة الرأس وكذلك من الجذور حتى الأطراف بالنسبة للطريقة من الأحسن أن تقوم بملء قارورة بهذا الشكل ثم نبدأ برش وبخ كامل فروة الرأس من الجذور حبيبتي حتى الأطراف ومن الأحسن أن تقوم باستخدام هذه الوصفة وهي دافئة إذا كانت الوصفة دافئة فبهذا تتفتح مسامات الرأس وتتشرب بشكل جيد البصيلات وبالتالي نتحصل على بصيلات قوية وأيضا نعالج الشعر المتقصف كذلك ونعالج التساقط والفراغات والشعر الخفيف باستخدام هذه الوصفة التي هي رائعة وممتازة كما رأيتم استخدمنا كل المكونات الطبيعية وأيضا في المتناول بالنسبة للكمية يمكنكم الاحتفاظ بإذا قمتم بعمل كمية كبيرة احتفظوا بها في التلاجة تبقى صالحة لمدة أسبوع فبالنسبة لاستخدامكم لهذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع إن شاء الله كونوا متأكدين أنكم في ضرف شهر واحد سوف تلاحظون إنبات الفراغات في مقدمة الرأس بالخصوص لمن تعاني من فراغات في مقدمة الرأس وأيضا سوف تلاحظون شعيرات صغيرة أو خفيفة تبدأ في النمو وبالتالي ستحصلون على شعر صحي خالي من أي مشاكل كما أنكم إذا كنتم تعانون من الشيب فالمكونات أو مكونات هذه الوصفة تعالج الشعر الأبيض وتعمل على تغطيته إذن حبيباتي أنصحكم باستخدام هذا البخاخ ستحصلون على نتائج رائعة كما أن المكونات رائعة وتصلح لكل أنواع الشعر سواء كان شعركم جاث أو دهني يمكنكم استخدام هذه الوصفة آمنة كذلك يمكنكم استخدامه حتى بالنسبة للأطفال الصغر لمن لديهم شعر خفيف يمكنكم استخدام هذه الوصفة تعمل على تكتيف الشعر وكذلك تطويله بوثيرة سريعة جدا بالنسبة لرائحة الوصفة فهي ليست بها سواء لرائحة البصل أو حتى رائحة الحلبة لأننا استخدمنا المكون الرائع وهو الزعتر وكما رأيتم بعد أن قمت بغلي المكونات قمت باستخدام بدح حبيبات من القرنفل حتى تختفي الرائحة ورائحة الوصفة تختفي بشكل نهائي الطريقة كما قلت تقومون برش كامل الشعر من الجذور ثم تقومون بعمل مصاج للفروة حتى تتغلغ هذه الوصفة ومن الأحسن كما قلت أن تستخدموها وهي دافئة يعني إذا قمتم بعمل كيمياء يعني تكفيكم لمدة أسبوع يمكنكم بعد استخدامها أو كل مرة تريدون استخدامها يمكنكم أن تقوموا بتسخين المطبقة من هذه الوصفة يمكنكم أن تقوموا بتسخينها ووضعها في بخاخ ثم تطبقوها على كامل فروة الرأس يمكنكم أيضا تركوها على شعركم مدة يوم بالكامل لأنها ليس بها أي رائحة كما يمكنكم إذا أردتم تركوها مدة ساعتين مع تغذية الرأس ببوني أو غطاء بلاستيكي ثم بعد ذلك قموا بغزل شعركم بالطريقة العادية بالماء وكذلك الشامبو إذن كما رأيتم حبيبتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم إذا أعجبكم هذا الفيديو بطبيعة الحال لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد ودمتم في أمان الله